موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز أخبار الرابعة من قناة مرابطون أهلا بكم ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بما سماها سياسة السنساخ زيارة الكرنفالية معتبرا إياها هروبا إلى الأمام ومحاولة لغض الطرف عما سماها الأزمات الخانقة التي يمر بها البلد وأضاف الحزب في بيان صادر عنه أن إذنه لمنتخبيه في المناطق المزورة بحضور الاستقبال يعتبر سلوكا مدنيا لتمثيل المواطنين وترحق مشاكلهم وليس موقفا سياسيا واصل الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز يارته لولاية جورغل حيث وزار المركز الصحية والمدرسة رقم اثنين بمقاطعة مونغل كما أشرف على تدشين جامع مونغل الجديد وكان الرئيس الموريتاني وقد أشرف مساء أمس في مركز فوم لغليتا الإداري على انطلاق تشغيل محطة لمعالجة مياه سد فوم لغليتا نظم بالعاصمة الوكشوت ملتقا فني حول تطبيقات نقل الصوت والصورة على شبكات المشاغلين الملتقى منظم بالتعاون بين السلطة التنظيم الموريتانية والاتحاد الدولي للاتصالات وذلك على هامش الاجتماع الثالث عشر للشبكة العربية لتقنين الاتصالات وتقنية المعلومات المرتقبين عقاده يوم غاد بالعاصمة الوكشوت تعى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البلخير من سماها الجهات التي لم تكن تتمنى الحوار وأضحت تتمنى إلى تجاوز المعوقات والعراقيل من أجل الشروع في الحوار وطالب البلخير خلال مهرجان نظمه وحزبه بن واكشوت مختلف الفاعلين بالمشاركة في بناء موريتانيا والإقبال على الحوار قبل الدخول في مطبات أخرى وفق تعبيره التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى مالي المنجي الحامد الوزير المكلفة بشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين بالخرج خديجان بارك وتطرق اللقاء لاتفاق المصالحة في مالي ويأتي هذا اللقاء أسابيع بعد زيارة أدها وزير المصالحة المالي الذهب سيد محمد بن واكشوت وإشادته في مؤتمر صحفي عقده بمشروع مقترح إحلال السلام في الشمال المالي أمكنكم مشاهدين كرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامجي للقناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله حتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة